صباح الخير قلق هذه القصة مكتوبة عننا أنه هي قصة حقيقية صارت ببريطانيا كان في رجال عايش بمملكة عندهم محل بسيط لبيع الساعات وكمان بيصلح ساعات وبهالمملكة صار في أزمة اقتصادية أغلبية التجار وقعوا بخسارة بالتجارة طبعا ومن بيناتهم هالرجال يلي اضطر بيع كل الساعات اللي عنده بخسارة بسبب الاحتياجات المادية ضل هالرجال يتدهور وضعه المادة لحتى فضل محل طبعه وما بقى فيه عنده إلا فيترينات فاضية وما عاد حدا يجي ليصلح ساعته عنده ويوم من القيام اجه الرجال على المحل طبعه معه بناته الاثنين من بعد ما أكلوا الغداء طبعهم بالمحل صار البيت حدث مع أولاده يحضرهم نفسيا يعني أنه وضعهم مش منيح ويقل لهم رح يجي وقت ما رح يكون معنا حتى حق الأكل لناكل سوا وهون بنته الأكبر قالت له الله ما رح يتخلى عنا لأنه ما تخلى عن إليا النبي وبعت له الغربان جمع غراب يعني لحتى يكل هيك تعلمت بمدرسة الأحد وهون البي جوابه أنه الله بطل يستخدم لطيور مثل ما كان يستخدمها من قبل وقعدوا ثلاثتهم ساكتين فجأة فات على المحل تبعهم طير غريب وصار يضرب بالأزاز تبع الفترين ويوقع على الأرض ركضت البنت الكبيرة وراء الطير وما سكته أعمل بي أخد الطير من يدها وحطوا بالفترين الفاضية وصاروا يتفرجوا على الطير بقل بالفترين أطعلوا شي ساعة من الوقت بعد شوية بطل زلمة رجال لابس تيب مرتبين تيب خدم يعني بس إنه مرتبين وسألهم بلافة عن الطير الغريب قالوا في طير ضايع عم برم عليه شفتوا شي طير البي دلوا على الفترينة يلي فيها الطير وسألوا هيدا هو يلي أنت عم تبرم عليه الخادم بلاش يصرخ من الفرح ويقول هيدا هو عن جد هيدا هو وقال للبي رح روح على القصر بسرعة ورح أرجع بعد شوي وقبل ما يطلع من المحل قال لهم انتبهوا مني عطار لأنه للأميرة الصغيرة وهي عم تبكي بالقصر لأنه ضاع غاب الرجال ربع ساعة ورجع حامل بإيده قفص كبير وأخذ له عصفور من الفترينة وحطه فيه وشكر البي والبنات على اهتمامهم بالطير وعطى البي زرف في كتير مصاري وقال لهم انه الأمير بيشكركن على اهتمامكم بالطير الباية حضن بناته وصار يبكي قال لهم الله بعده بيستخدم لطيور كانت الغربان تجي لعند النبي إليا وتجيب له خبز ولحم وتروح وهيدا الطير ما منعرف نوعه إجا ترك لنا كتير مصاري قال لهم بعده عن جد بيستخدم لطيور هل تنسى المرأة راضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر